إذن تستمر معركة فرز الأصوات في خمس ولايات أمريكية ستحدد من هو ساكن البيت الأبيض فالنتيجة الحالية للولايات منحت المرشح الديمقراطي 264 صوتاً ليصبح على بعد ستة أصوات فقط ليفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي في المقابل حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 214 صوتاً حتى الآن ما يعني أنه بحاجة إلى جميع أصوات الولايات المتبقية لتفادي الخسارة والاستمرار في ولاية ثانية وتجنب أن يصبح أول رئيس أمريكي يخسر فترة الرئاسة الثانية منذ جورج بوش الأب عام 1992 فالحديث فقط عن ولاية مثل نيفادا بستة أصوات قد تحسم السباق الرئاسي هذا السيناريو المتوتر انعكس على الشارع المتوتر الذي شهد احتجاجات في مناطق مختلفة لا سيما أريزونا التي تجمع فيها المئات من أنصار ترامب بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات أمام مركز اقتراع بعد ترديد شائعات لا تستند لدليل عن عدم إحصاء أصوات للرئيس الجمهوري لكن ترامب بدأ في تصعيد الموقف وكالمعتاد عبر حسابه الشخصي في تويتر طالب بوقف فرز الأصوات في تغريدته الأولى كما نشاهدها هنا وبعد أقل من ساعة عاد بتغريدة أخرى أثارت الجدل مع موقع تويتر التي اعتبرها مضللة ترامب قال وبالأحرف الكبيرة أن أي صوت وصل بعد يوم الانتخابات لن يحتسب وذلك حتى دون انتظار أي قرار قضائي